أهلا بكم مجددا التساعة صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم حضر برنامج الأغذية العالمية التابعة للأمم المتحدة من أن المجاعة ستهدد بحلول سبتمبر المقبل 22 مليون شخص على الأقل في منطقة القرن الأفريقي وأكد المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمية ديفيد بيزلي ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي لحماية المجتمعات الأكثر ضعفا من خطر انتشار المجاعة في القرن الأفريقي كما أشهد دعا لأن هناك حاجة ماسا إلى 418 مليون دولار خلال الأشهر ستة المقبلة لتلبية هذه الاحتياجات المتذايدة أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرن ميخايل رازوفاكيف أن منظومات الدفاع الجوي الروسي أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية وطالب حاكم سيفاستوبول من سكان المدينة التزام الهدوء ودعم الجيش الروسي وفي السياق ذاته قال الرئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي أن أوكرانيا والغرب يتحملان المسؤولية الكاملة عن تعطيل استعدادات للعملية الدراسية في أوكرانيا أعلنت لتوانيا تجديد أنظمة المراقبة على الحدود مع بيلاروسيا وذلك في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وقالت وزيرة الداخلية الليتوانية أجني بيليو تيتو أن أنظمة المراقبة تغطي ما يزيد قليلا على نصف حدود ليتوانيا مع بيلاروسيا مشيرة إلى أنهم من المنتظر أن تكون التغطية الكاملة لنظام المراقبة على الحدود في مكانها بحلول نهاية العام دعوزي خارجية النمسا أليكساندر شالنبورج إلى تعزيز كافة جهود الإغاثة الإنسانية في مختلف مناطق نزاعات حول العالم وقال وزير خارجية النمسا أنه يجب دعم تكريم عمل العاملين في مجال الإنساني والدعوة إلى سلامتهم موضحا أن النمسا تعتبر من أشد المؤيدين لتطبيق القانون الدولي الإنساني وزياد التطوير لحماية عمال الإغاثة في النزاعات المسلحة سجلت الصين 2354 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 639 إصابة مصحوبة بأعراض و1715 حالة بلا أعراض وقالت لجنة الصحة الوطنية أنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة ليظل عدد الوفيات عند 5226 حالة وأظهرت تبيانات الحكومة المحلية تسجيل العاصمة بكين أربع إصابات مصحوبة بأعراض تراجعت اليوم حدة الأمطار الغزيرة التي شهدتها المناطق الشمالية والوسطى من نيوزلندا وذلك على مدى أيام وأكبرت مئات الأشخاص على ترك منازلهم وقالت هيئة الأرصاد الجوية أن حدة الأمطار تراجعت في المناطق الشمالية والوسطى من نيوزلندا والغاية التحذيرات من الأمطار الغزيرة موضحا أنه لا يزال التحذير من هطول أمطار الغزيرة ساريا في فورد دلعند وفي جزيرة غرب الجزيرة الجنوبية ختام مجاز التاسعة فاصل وعود لحظاتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر ترجمة نانسي قنقر